تعالوا نعمل مع بعض أحلى تدبيلة لصدور الدجاج وهوريكم طريقة التقديم حاجة من الآخر قلت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وكومنت وشير للفيديو شكرا أول حاجة هنعملها مع بعض تدبيلة صدور الفراخ طبعا التدبيلة أنا بستخدم المكونات سهلة جدا وكل ما تكون سهلة كل ما الحاجة بيطلع طعمها أحلى أول حاجة حطينا زيت زتون وحطينا فلفل أبيض وطوم بودرة وبصل بودرة وهستخدم كمان دلوقتي البابركة المدخنة طيب ما عنديش بابركة مدخنة عادي خالص حادر استخدم البابركة العادية أو لو ما عنديش كمان هستخدم معلقة شطة لو أنا حابب أن هي تكون سبايسي طيب لو مش حابب أن هي تكون سبايسي هحط معلقة صلصة تماطم اللي هي المعجون التماطم تمام؟ بعد كده هخلط كل المكونات دي مع بعض وبعد كده هجيب صدور الدجاج طبعا أنا بجيب صدور الدجاج بيكون عليها الجلد بتاعها من برا وده بيكون افضل عشان لما اجي حمرها تديني شكل ولون حلو دلوقتي هبتدي ان انا اعمل فتحات كده في الصدور بحرف السكينة وهبتدي ان انا اتبل الصدور كلها من بره ومن جوه بحيث ان التدبيلة تدخل جوه الصدر زي ما انتو شايفين كده بالظبط بعد كده انا عندي مكانة فيكيوم اللي هي بتسحب الهواء فببتدي ان انا حط الفراخ في كياس حرارية وبعد كده بحطها في الفرن بسويها على بخار المية بسويها على البخار مثلا لمدة ساعة وبعد كده اقدر ان انا احتفز بها في التلاجة ولما باجي ساعة التقديم ببتدي ان انا حمرها في طاصل طيب انا ما عنديش الفرن ده مثلا عندي الفرن بتاعي البيت العادي يبقى احط صنية فيها صدور الدجاج وصنية فيها مية تمام واخليهم الاتنين في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة ساعة وربع الصدور هتاخد معايا 3 ربع تسوية وقت التقديم بقى اقدر احتفز بها في التلاجة عادي وقت التقديم حوريكم دلوقتي هنعمل فيها ايه اول حاجة بجيب طاصة زي ما انتم شايفين كده اهو اسخن الطاصة بس حاجة بسيطة وبعد كده مثلا لو حطيت ورقة زبدة طبعا لو عندي الطاصة تفايل كويس فمن غير ورقة زبدة عادي هيمشي الحال وتبقى تمام التمام بعد كده بحط سنة زيت وابتدري حط الصدر اول حاجة على الناحية اللي فيها الجلد تمام شايفين اخدت لون جميل ازاي كأنها متحمرة في الفرن وفي نفس الوقت هتدري الفراخ معايا تبقى طرية ومن جوه مش هتنشف يعني صدر الفراخ هيبقى جوسي من جوه بعد كده بقدمها زي ما انتم شايفين كده مع بطاطس مكعبات بطاطس اللي هي تشات بوتيتو عملتها لكم في الفيديو قبل كده وطبعا بروكولي ولمون وبحط معايا انا السوس كده اللي هو الريكوتة مع الفتا تشيز وبقطعهم على ثلاث حتت و الف هنا وشفة زي ما انتم شايفين طبعا الطبق سهل جدا والله وبسيط شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم الف هنا وشفة ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وكومنت وشير للفيديو